في هذه الليلة سأتحدث عن التوسل بفاطمة الزهراء سلام الله عليها وسيكون حديثي كمقدمة ما هي الوسيلة لغة؟ ما هي الوسيلة اصطلاحا؟ ولماذا؟ تلاحظ الآية المباركة فيها صدر وفيها عجز فيها مقدم وفيها مؤخر وأكشي في الوسط يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يعني حتى النتيجة ذاكرها أنه بالتقوى أنه باتخاذ الوسيلة أنه بالجهاد في سبيله يفلح الإنسان أو يفلح المؤمنون فما هي الوسيلة لغة ما هي الوسيلة اصطلاحا؟ ثانيا هذا يدلنا على أن هناك توسلات مشروعة وتوسلات غير مشروعة يعني واحد يجي يتوسل بصنا يتوسل أفروض بإنسان ما إلي قيمة أما هناك أشياء أو توسلات مشروعة أذكر منها خمسة إن شاء الله والخامس هو موضوعنا إن شاء الله كما سترون ثم أتطرق إلى هل أن التوسل في زمان النبي كان موجوداً صلى الله عليه وآله أو لا؟ شيء مخترع لا كان في زمان النبي وكان كذلك بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله فاطمة الزهراء كذلك أيها المؤمنون كليلة القدر شكد هنما مأمورون في ليلة القدر بأن نتوسل إلى الله جل وعلا أيهما أعظم ليلة القدر أم فاطمة أنا بضرس قاطع أقول أن فاطمة سلام الله عليها أعلى ولهذا سنأتي بشبه بينها وبين ليلة القدر خمسة وأبين لك بأن فاطمة الزهراء أعلى من كل سمات ليلة القدر الآن نأتي إلى المقدمة المقدمة يشوف القرآن الكريم بدأ بالخطاب للذين آمنوا طبعاً أولئك الذين يتقون الله والذين يتوسلون إلى الله والذين يجاهدون في سبيل الله مؤمنون لكنه لما جاء إلى الوسيلة خلاها بالوسط وإليها مقدمة شنو المقدمة؟ التقوى يعني أن تكون يكون هذا التوسل مشروعاً وليس بتوسل غير مشروعاً كالتوسل بالأصنع أو بتوسل برؤساء القوم ثانياً أنه جعل هناك لها حفاظ آخر الحفاظ الآخر شنو؟ وجاهدوا في سبيل يعني أن التقوى والوسيلة بهؤلاء الوسيلة المشروعة هي تعطي إرادة إلى ماذا؟ تعطي إرادة إلى الجهاد في سبيل الله يعني إذا توسلت برسول الله وفاطمة الزهرة وبالأئمة وبالصالحين فإنها تعطيك دفعة روحية قوية للجهاد في سبيل جهاد الكلمة جهاد الكتابة جهاد القلب جهاد اليد إلى آخره من وين يجيء؟ من التقوى ويأتي كذلك من التوسل بهؤلاء النتيجة شنو المقدمة؟ النتيجة الفلاح في الدنيا النصر أو قل العزة في الدنيا والفلاح في الآخرة ما هي الوسيلة؟ وسيلة في اللغة العربية هي الأدات الشيء الموصل لماذا للغرض؟ الشيء الموصل للغرض على قسمين تارى يكونوا مادياً يعني الصور أنت تاخذ لك تريد تنتقل من الكورة إلى أفرض إلى شهرك كان مثلاً ذكرنا شهرك كان شوية بعيد يعني يبالك وسيلة لو ما يبالك وسيلة ولكن لو لو لمدينة عيسى لو بتروح يتوب لي تقدر تمشي على رجليك لكن هذا طويت صح يمكن ولا بد من وسيلة حتى الرجلين تبقى دفران وسيلة مادية زين وكذلك الوسيلة المعنوية الوسيلة المعنوية الصلاة من الحاج هاي الأمور كلها الوسائل الروحية هم؟ أما بالنسبة إلى الإصطلاح أن الوسيلة هي مقربة إلى الله جل وعلا يعني أنا مع إيماني بالله لكن أقدم بين يدي حاجتي رسول الله أقدم بين يدي حاجتي فاطمة أقدم بين يدي حاجتي القرآن مثلا لهذا هناك خمسة أمور أذكرها لكم هي هذه تعتبر ماذا من التوسلات المشروعة النوع الأول هو التوسل بأسماء الله الحسنى جل وعلا أسماء الله الحسنى تسعة وتسعين وإذا أضفت إليها اسم الجلالة صارت مية هذه ورد عندنا بأن الأسماء الحسنى هذه يدعى بها توسلوا بأسمائه الحسنى وادعوه بها دعوه يعني خليها واسطة بينك وبين الله جل وعلا ولهذا النساء يقول أن النمية صلى الله عليه وآله مر على أحد أصحابه وعند دعاء قصير والصحابة هذا ما يحفظ شيء يحفظ لدعاء الأسنتين لصطر أو أقل من الصطر شي يقول يقول اللهم إني أتوسل بإسمك العظيم وأشهد أنك لا إله إلا أنت بس هذا اللي يحفظه فالتفت النبي إلى أصحابه قال هذا أكبر دعاء لأنه دعى الله بإسمه الأعظم الذي يُعطى إذا دعى به هذا الدعاء هذا التوسل النوع الثاني من التوسل مشروع التوسل بالقرآن الكريم يقول صلى الله عليه وآله قرأوا القرآن بعد وادعوا به وادعوا به اجعلوه وساطة أو وسيطا أو متوسلا بينكم وبين الله جل وعلا ولهذا ترانا نحن في أيام الليالي القيد ألسنا نتوسل بالقرآن الكريم بحق كتابك المنزل نحن نعتقد أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فيه تبيان كل شيء بحق كتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأعظم ما تقول في الأخير أن تجعلني من عتقائك من النار هذا توسل أو ما توسل توسل مشروع التوسل الثالث أن تتوسل بالزمان المكرم المعظم كشهر رمضان الإمام زين العابدين في دعائه في الصحيفة السجادية رقم أربعة وأربعين وإذا به يقول اللهم بحق هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات كذلك اليوم عندك بعض الأيام يتوسل بها كيوم العيد اللهم بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد هذا القسم الثالث القسم الرابع العمل الصالح العمال الصالحة تكون وسيلة بينك وبين الله ولهذا علماؤنا مفسرون وحتى مفسر إخواننا السنة والروات الإمام البخاري في الجزء الرابع لما يجي إلى قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أصحاب الكهف وأصحاب الرقيم واحد لا اثنين لا اثنين أصحاب الكهف غير إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناه هنا والرقيم غير من هم أهل الرقيم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة شبان خرجوا إلى الصحراء إلى الوادي في أيام الخريف ولم يخبروا أهلهم والمفروض واحد يطلع في البحر ويطلع في البر يكون يخبر أهله يمكن يقع عليه يقول بينما هم يأكلون مستعنسين وإذا بالجو قد تغير رياح عاتية أمطار غزيرة وش يسعون بينما هم كذلك اشتد المطر اشتدت الرياح قالوا وين نلجأ؟ قالوا نلجأ إلى الغار لجأوا إلى غار بينما هم كذلك وإذا بالمصار طوفان ونقل الصخور من أعالي الجبال إلى أن جاءت صخرة عظيمة وسدت باب الغار لا يدخل لهم هولا قليل لا يدخل لهم نور عشوا في ظلام وهي الصخرة يريد لها أقل عشرين خمسة عشر نفر حتى يشيلونها وهم ثلاث فالتفت أحدهم أخواني كل واحد لابد عنده عمل صالح خلينا نتواجسل بأعمالنا واش عندكم اسمعوا وإذا واحد احنا ما نريد نرتبها بس أنا باعتبار الأم واحنا ليلة الأم مولاتنا فاطمة الزهراء أخلي الأم في الأخير العظيمة هذه الأول قال بأنني استأجرت عاملا فاعطيته شفت عامل مخلص فاعطيته الأجرة وزدته قليلا فاستقل لها وراح قال أنا شويت بالعجرة خدتها وأنا ميها استخدمتها في التجارة وبعض الروايات تقول اشترى غنم والغنم صالت تكاثر صار بهم وما رجع إلي إلا بعد خمس سنين وإذا بقطيع من الغنم وبأموال كثيرة فأعطيتها إياه فإن كان هذا يرضيك إلهي أتوسل بهذا العمل وإذا بالصخرة قد تزحزحت فدخل النور لها يقول ضمننا الحياة الحين الثاني قال إنني عشقت فتاة خطبتها من أهلها تمكن حبها من قلبي خطبتها فلم يستجيبوا لي وأنا أريدها إلى ذات يومين انفردت بها وتعرف الشيطان ما خلى رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم لكن تغلب عقلي وشرعي على شهوتي فعففت عنها الله يرحم المقدس الأردبيلي الظاهر أو غير من أحد علمان الكبار يقولوا لي أنت لو صرت فيها الحالة وحالة أنك أنت ما حدويا وتجي كبرى جميلة كذا وطريق شرعي ماكو وتدعوك إلى مجاولة القبيح ما قال ما سوي قال لا أستعيد بالله من ذلك وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة مشروف إلا أضرح يقول فعففت عنها فإن كان هذا يرضيك ففرج عنه يقول فانفرجت أكثر حتى لو أرادوا الخروج لكن لا يستطيعون الخروج إلا بمشقة وينجرحون قعبة الثالث هاي الآلة اللي أركز عليه قال كانت عندي أمرأة عندي أم مسنة عجوز فيه نصف الليل قالت بناي أنا عطشان يقول جئت لها رحت ملأت لها الركو وجئت لها بالماء ما جئت قال له هي نايم نايمة نايمة وهذا شأن بعض الشياب وبعض العجائز نايمة يقول فوقفت على رأيشها سبحان الله كل ليلة تستيقظ عدة مرات إلا هذه الليلة الله يريد ابتحنا وإذا بها يستمر نومها حتى من حتى قرب الفجر وأنا وقف على رأسه روح نام قال لا روح نام أخاف تستيقظه عطشان الله يا شباب يا شابات أمهاتكم آباؤكم هل تعلمون أن سورة البقرة نزلت في شاب بار بأمك شاب شاب وهي قليها قصة طويلة ووقتها إن شاء الله في وقت آخر إذا وفقنا على كل حال فوقف إلى قرب الفجر فاستيقظت فأعطاها الماء فشربت قال إلهي إن كان هذا يرضيك ففرج عنا يقول النبي صلى الله عليه وآله فتدخرجت الصخرة من فكه تدخرجت شوف مفضل الأم وإحنا الليلة عدنا أم عظيمة فاطمة الزهر متوسل بعد هذا الرابع الخامس التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله التوسل بفاطمة بعليم بالحسن بالحسين من أول توسل بيهم أنا أسألكم سؤال يا إخواني النبي النبي في المباهلة صلى الله عليه وآله طلعوا ياما مو عند زوجاته مو عند أبناء عمومته مو عند أبناء عمومته مو عند أبناء عباس عظيم عبدالله بن جعفر عظيم فلان عظيم مو عند أبناء عمومة ما طلعوا يامنه ما طلع له الله علي فاطمة حسن لو دعاه توسل توسل إلى الله فتوسل النبي بهم بنفسه وبه الله ولهذا النبي صلى الله عليه وآله يجي واحد ضرير يقول عثمان ابن حنيف يقول كان من بين أصحابه ضرير شاف رسول الله إذا قرأ على الحجر انقلب إلى جواهر الشجرة اليابسة الصين مثمرة البير من خسيف يطلع من الماء قال أنا ليش أروح لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى يدعو لي بماذا يدعو لي بأن يرجع الله لي عين قال لي رسول الله يعني أنت بصير على الدعوة أنا أدعو لك قال لي نعم قال أدعو لك ولو أن الآن فقدام بصرك هو خير لك ما هو خير لك الآن تدري عندنا عبما فاقدين البصر ابن عباس حبر الأمة فاقد البصر عبد الله بن جعفر هذا الذي يعد من سمحاء ابن هاشر وإحنا اللي عيش هذه الأيام عد علماء سيد علو الغريفي رحمة الله ترى هذا هذا ليس إنسان عادي الذي عاشر عالب وكان فاقد البصر قال لي لكن خير لك أن تبقى ضريض قال لي لا يا رسول الله أنا أريد عيني ترجع قال صل النبي وش قال لي صلي توضع وأحسن الوضو ثم صلي لله ركعتين سمونا صلاة الحاجة ثم قال لي قل والنبي اللي تعالي قال لي قل الله علم أحسن قال لي إلهي بحق محمد إلا ما أرجع دعلي يا بصري يقول عثمان بن حريف ونحن نتكلم ما ندري وإذا بعد ما صل وإذا صاحبنا قد رجعت إليه عينا ببركة النبي محمد ثم يا إخواني في زمن الرمادة منه اللي توسل توسلوا منه توسلوا مو بواحد يعني علي بن أبي طالب ولا فاطمة الزهرة ولا واحد عباس رضي الله عنه سلام الله عليه منه اللي توسل بي توسل بي عمر توسل به وفعلا استجاب الله لهم ماذا قال عمر هذا يرويه ابن الأثير معروف يقول قال هذا هو الوسيلة إليه تعالى يذكرون على عمر هذا بعد صحابي هذا هو الوسيلة إلى الله والمكان منه على كل حال النبي صلى الله عليه وعليه وآله فاطمة بن تأسد التفت إلى أبي أيوب الأنصاري وإلى أسامة بن زيد ورجل ثالث غلام يسمونه قالوا يلا حفروا 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 زين لما وصلوا إلى اللحظ قال اخرجوا فقام صلى الله عليه وعليه وآله بحفر اللحظ بنفسه وأنزلها بنفسه وجلس عدها قال إلهي اغفر لأمي فاطمة بحق وبحق الأنبياء قبلي وهذا ابن حبان والطبراني في معجم الكبير المعجم الصغير والحاكم النيسابوري وقد صححوا هذه الرواية ما لكم نحن إذا توجهنا إلى فاطمة وإذا توسلنا بها لماذا تقولون ما تقولون فاطمة وما أدراك ما فاطمة يلا بعض الأحاليذ الشيخ الكليني رحمة الله عليه الكافي يقول أن هناك شبه بين ليلة القدر وبين فاطمة الزهراء سلام الله عليها ناخذ خمسة الشبه الأول أن ليلة القدر خير من ألف شهر فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين ياهو الزمان والمكان مخلوق لمن مو للإنسان فكيف إذا كانت هذا الإنسان هو سيد نساء العالمين من الأولين والآخرين أنت أفضل أو المكان أنت أفضل إنما يشرف المكان المكان بالمكان شرف المدينة وشرف هو رسول الله صلى الله عليه وشرف النجف علي وهكذا فإذا خير من ألف شهر بينما فاطمة الزهراء سيدة لساء العالمين من الأولين والآخرين اثنين إنا أنزلناه في ليلة المباركة الليلة المباركة ليلة الزهراء فاطمة الزهراء من جملة أشمائها المباركة خير كثير بعد إنا أعطيناك الكوثر كوثر في تكونها حتى النقصة من الجنة كوثر في ولادتها كوثر في تربيتها كوثر في أولادها إلى الآن نحن نعيش تحت بركة هذه الكوثر يقول النبي صلى الله عليه وآله المهدي من عترتي ومن أولاد فاطمة سلام الله هذا ثلاثة ليلة القدر تنزل الملائكة صفات أنه ماذا أنه الملائكة تنزل مولادا فاطمة الزهراء سلام الله عليها مو تنزل الملائكة قبل في أيام رسول الله وهذا كما تعلمون كما تنزل الملائكة على رسول الله يدري عن تدري فاطمة على الملائكة ربا تدري علي يدري لو ما يدري حتى لما في غار حراء يا جماعة لما نزل جبرا إيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسمع ديك الرن قال كنت تسمع كما النبي يقول صلى الله عليه وترى كما أرى ولكنك لست بنبي ما يرى فاطمة ما ترى سلام الله عليها بعد ذلك غاب النبي يقول الإمام والله هذه الرواية عجيبة يصححه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عند وصية وصية السياسية الإلهية يقول ونحن نفتخر نفتخر بمصحف فاطمة لأن بصحف فاطمة كان هآلك ينزل على فاطمة بعد ما أصابها من الهم والغم بعد فقدان رسول الله يسليها فكتبت بصحف فاطمة سلام الله عليها أخبرها أخبرها بما يجري في العالم وما يجري على أولادها صلى الله ويقلي ملي بعد ليلة القدر مجهولة من يدري وبعد مولاتنا مجهولة القدر مجهولة القبر عرفوا لها قدر